لو أنت رايحة فرس ديت أو ديت رايحة تتعرفي على شاب عموماً من الآخر يعني بنية الجواز فأنتوا قاعدين مع بعض الأول مرة ففي شروط وفي بادي لانجوش في علامات بتبلك الشخص ده حقيقي ولا فيك ورق أو ألم مكتبي ورايا تعالي احنا قلنا احنا كنا نتكلم في العلامات الصغرة والعلامات الكوبة العلامات الصغرة والكوبة اه لها الحاجات اللي تثبت أن قدامك قد ايه مهتم قد ايه متعلق قد ايه عنده طاقة انجزاب ناحياتك يعني على الأقل بنديكي الأقرب الحاجات اللي تساعدك يعني اللي تساعدك وبرده إحساسك هو الصح في الآخر طيب عينيه تيجي مين يبقى صادق عينيه تيجي شمال يبقى فيك وكداب بالضبط انه هو زي قلنا حركة الجسم يكون باتجاهك يكون مركز انتباهه تماما معك يكون بيسمعك قوي يعني ايه يعني ما يعنيكي يعنيه يعني مثلا ممكن تكون بتحكي حكاية لحد فتلاقيه تشتت كده الحكاية دي انت اكيد بتحكيها في اللقاء الاول اللي هو مثلا مدته ساعة او ساعة ونص مهمة جدا لانك بتحكيها في اللقاء الاول فمفروض يبقى هو معني بالتفاصيل لا هو سرح الشرد منك فهو ده معناه ما يمكن انا مملة لا 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 اسلوبي مملة لا ما هو حتى انت لو هتحددي بقى انتو مفيش توافق احنا هنا مش بندين نهاية ولا هو احنا بنقولها مش هينفع بينهم ماتشنج مفيش توافق بينهم طيب يعني انا وانا بتكلم هو سرح هو سرح اه هو سرح فهو مش مركز هو بيفكر في حاجات تانية هو مش مدي المقابلة كل الاهتمام الكافي الجزء ده مهم الجزء التاني اللي انا بعتقد انه مهم جدا انه الراجل بيحب بعنيه والستة بتحب بوزنها فهو لازم يكون بيسمحها كويس وهي لازم تكون مظهرها كويس جدا لان دي نقطة مهمة يعني هو اول حاجة هيبص هيبص على الشكل والمظهر هي عايزة تشوفه بيتكلم ازاي بيسمحها ازاي فالجزئية دي برضو من انا بعتبرها من الاجزاء المهمة جدا الراجل السميع فرصته هيلة جدا جدا في اللقاء الاول لو بيسمع كويس لو بيستقبل كويس ايو عنده فرص هيلة بغض النظر عن اي حاجة يعني دي مجزئيات المهمة الستة تكون مهتمية بشكلها ومظهرة لانه ده هو اللي بيجزب الراجل في المحلة الاولى احنا بنتكلم عن اول مرة ايو سمعوا بنات عشان في بنات الوقت اليومين دوللك لا لا انا روح عادي كده كجول وهو ازا كدت عجباه كده عجباه مش عجباه هو حر لا هو لازم يشوفك انسة حلوة يعني انا برضو بقول ده للبنات الي هي ما بتهتمش بالشكل لا لازم تهتمش بالشكل ماما عشان تتجوز بالزبط مش هتروح باللبس الجم مسلا تأكله اول مرة يعني دي حاجة مهمة بالنسباله من الحاجات اللطيفة كمان انه رجالة في التوقيت ده بيبقوا مقبلين جدا وعاطفيين جدا وبيبقى حنانهم عشر اضعاف حنان الامة في القعدة اه بحلوة البدايات تبقى جميلة كده فيه رجولة طغية وفيه مشاعر طغية وممكن بس اللي هو ترزان هو ترزان في البداية بالزبط بس بقى من علامات الاهتمام الحقيقي ان الرجل يوصل في المعاد قبلها يعني انا بقول للشاب كون حريص انك توصل قبل المعاد بعشر دقائق صح لانه ده مهم عشان ترتب المكان يبقى عندك احساس اختار مكان كمان مفتوح يعني الاماكن المقفولة لو مطعم مثلا مقفول وشموح وعادية يبقى داوشة لا لو مطعم لا انا بكلم مطعم اللي هو الرومانس الكلاسيكي ده برضو بيدي احساس انك رايح في حتة معينة فبيدي احساس ان بتوتر ايوه 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 التوتر الجاهزية دي ايوه اللي هو انا مفتوضة اقول كلام بقى هادي شاعري بالجول الشموعة ده ايوه فبتلاقيه مش عارف انك بتجهز نفسك وانت مش عارف فالكلام مش بسعفك فحسس برتبك خلي المكان مفتوح خليه مثلا مكان فيه خضرة مكان فيه تقدر تشوف حاجة مكان مفتوح مساحة مفتوحة ده بيدي احساس بالانطلاق بيدي احساس بالحيرية في اللقاء في الحوار نفسه مش حوار هيبقى نايم جوه مكان مقفول وحاجات زي كده انتي اوصالي في المعات بالزبط يعني من ابسط قواعد الاتيكيت ان الراجل يوصل الاول يعني برضو ما تبقاش جاي بقى ويقواك مليون حاجة وجاي متلخبط لا يعني اعمل اهمية للمعات ده لانه هيفرق مع البنت هي هتحس انك منتظرها طيب تيجي بنت تقولك تم انا لو روحت في المعات بالزبط هيقول ان انا مرمي عليه ومسدقتي يجيلي عريس ومفودة اتأخر لي شوية ربعاية ولا حاجة يعني انا هندي البنات يعني يا وليز يعني اتأخرها ربعاية ولا حاجة عشان تعود بعد كده ما يجي مزيله سوا انه هتكون متأخر شوية بس انا بقصد الراجل تحديدا في الحتة دي الراجل لازم يكون حريص على معيده على فكرة من علامات المهمة جدا عند الراجل المعاد يعني انا بعتبر ليه بقى المعنى دي بص الحتة دي مش بقى المعاد ايه القيمة الاساسية اللي بيتلاقيها الست في الراجل عايزة ايه في الراجل رقم واحد مسؤول برافو عليك هي بقى الالتزام كلمة الالتزام الاوسع بقى شوية الالتزام هي الصفة الاساسية اللي مفروض تبحث عنها الفتاة في القعدة الاولانية دي ملتزم في معاده ملتزم في كل حاجة ملتزم في الكلام ملتزم في الفاظه بيقول الفاظ بينطقي الفاظه الالتزام ده ماينطبقش على الستة يا كمان ليش معنا الراجل لا انا هقول الجزء اللي يخص الراجل الالتزام ده جزء اساسي لو الراجل مش ملتزم معناه انه هو زي حركة الموبايل دي معنانه مش ملتزم تجاهها وهيبقى يهمل في أدواره هيسيبها بعد كده لو تجوزوا وولادهم هي اللي تودي التمارين وهي اللي تجيبه يعني لما ييجي في معاده قد كده دي إشارة كبيرة جدا إن الراجل ده بعد الجوازة يبقى مسؤول آه طبعا طبعا ده جوزم المسؤولية يعني دي إشارة كبيرة قيمة المعيد دي محترمة جدا في البلاد المتقدمة إنه ده معنى حقيقي الحياة هي الوقت